عام تل والآخر تحظى جائزة الملك خالد بدعم ورعاية من قادة المملكة حيث تمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين للجائزة تكريماً لرواد العمل الاجتماعي والإنساني تكريم الملك يأتي تشجيعاً على مواصلة الجهود الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المثمرة في المملكة وتحفيزاً للجميع على وضع بصمة في مسيرة البناء والتنمية وتأتي الرعاية الملكية في إطار دعم القيادة المستمر للمنشآت والمؤسسات الوطنية غير الربحية في مناطق المملكة كافة وتمكينها من تحقيق سمة الاستدامة لمشروعاتها الحالية والمستقبلية على نحو يجعلها قادرة على مواجهة التحديات المتنوعة والاستمرار في صناعة المنجزات والمبادرات النوعية والتنموية في المجتمع الجائزة تحمل اسم رمز كبير في تاريخ المملكة وتسعى إلى مواصلة نهجه الخير في بناء قاعدة اقتصادية واجتماعية قوية أساسها الإنسان السعودي الذي يسعى للازدهار والرقي بمجتمع تتكافأ فيه الفرص كما أنها باتت أداة للزيادة الأثر الإيجابي لشرائحها المستهدفة للوصول إلى تحقيق رؤية المملكة عشرين ثلاثين ومصدراً لإلهام المتميزين في تنمية المجتمع وابتكار الحلول الخلقة وتبني الممارسات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر